النور فايزة شكرا لك مشاهدين نلتقي بعد الجينيريك مجزو الثالثة أهلا بكم من جديد بداية نواة تنفيذا للحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجرها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بولاية برج باجي مختار على مراسم تنصيب محفوظ بن فليس واليا لولاية برج باجي مختار مراسم تنصيب جرت بحضور المنتخبين المحليين وأعيان الولاية مراد وخلال مراسم تنصيب أكد أن الولاية التي تحمل اسم شهيد باجي مختار كدلالة على وحدة الجزائر وتماسك أبنائها أصبحت ولاية كاملة تسلحيات وتم تنصيب جميع هيكلها للمضي في التكفل من شغالات المواطنين من خلال إطلاق العديد من المشاريع التنموية مراد شدد على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى هذه الولاية الحدودية لتوفير كل الضروريات للمواطن مع إلى العناية لمواطني البد والرحل وتكييف المرافق مع نمطهم المعيشي دوليا وفي تطورة الوضع المأسوي بقطع غزة استهدف أو استرشد فجر اليوم 96 فلسطيني وأصيب العشرات في غرات سيونية استهدفت عدة مناطق بالقطاع 66 منهم ارتقوا في مجزرة سهيونية ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا شمل القطاع باستهدف منزل مكون من خمسة طوابق هذا وارتكب الاحتلال مجزرة أخرى رح ضحيتها عشرة شهداء وعدد من المصابين في قصف طال مدرسة تأوين زحين بمخيم الشاطئ قرب مدينة تغزة هذا فيما أحصت مصادر طبية عدة مجزرة ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية ارتقى خلالها 52 شهيدا من أنحاء متفرقة من قطاع غزة معظمهم في وسط وشمالي القطاع وعلى جبهة لبنان سعد الكيان الصهيوني من عدوانه على المناطق اللبنانية مخلفا المزيد من الشهداء والدمار حيث استشهد اليوم سبعة أشخاص من عائلة واحدة في غارة صهيونية استهدفت منطقة نبطية جنوبي لبنان هذا وأعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان أن طيران الحربية الصهيوني نفذ 145 غارة جوية خلال 24 ساعتنا الماضية استهدفت مناطق مختلفة معظمها بجنوب البلاد ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني مستمر منذ أكثر من عام ازدادت حدته منذ أواخر سبتمبر المادي الماضي ما أسفر عن سقوط ألاف الضحايا بين الشهيد وجريح بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص وفي أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم يختتم المنتخب الوطني اليوم مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظره الليبيري المباراة التي ستلعب بالملعب التحفى حسين أيد حمد بيتيزي وزو بداية من الساعة الخمسة مساء ستكون فرصة للمدرب الوطني وأشباله لإضافة فوز جديد وتأكيد صدارتهم للمجموعة الخامسة وهذه الصور تأتيكم مباشرة من داخل الملعب الذي يتأهب لاستقبال الجماهير بعد دقائق يذكر أن المنتخب ضامن تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 منذ الجولة الرابعة وستكون هذه المباراة فرجة لعشاق المنتخب الوطني الذي سيلعب أول مباراة له في الملعب التحفى حسين أيد حمد مباراة الجزائر ليبريا ستبث مباشرة على القناة الأرضية بداية من الساعة الخمسة مساء فحظ موفق للمنتخب الوطني نهاية هذا الموعد الإخباري والعودة لزميلة فيزا ومتابعة ما تبقى من برنامج الظاهرة